العندليب في قلب زين النوادي شهر مارس ما أن يأتي مارس حتى تأتي ذكرى العندليب رحمة الله عليه هو المرة دي بقى زين النوادي اللي حيحتفي به وحيتذكره كما كان عبد الحليم يتذكر زين النوادي ويشده باسمه ويغني له نحن اليوم نتذكر عبد الحليم محبوب الشباب وحب الكبار صحيح يعني ما فيش حد محبش على صوت عبد الحليم وكان عبد الحليم وكأنه مندوب الحب بين كل الأطراف الله سفير الرومانسية عايز تفتل جواب لحبيبتك لجرتك لبنت الجيران اللي مش عارف مين اللي سابتك هو حيبعث لك الجواب ده بصوته الله يرحمه فهتقوله أيوة عايز أقولها احنا عشنا كده ايوة احنا عشنا على صوت عبد الحليم صحيح ولكن ان بعد وفاته نكتشف هذه الأغنية الرائعة أجمل مقيلة وغنية عن النادي الأهلي زين النوادي عشان كده عشان كده لينا فقرة مهمة جدا هتسمعوه هو بيحكي قصة زين النوادي هتعرفوا قصة الأغنية دي بدأت ازاي هتسمعوه هو بيغني في النادي الأهلي وحتستمتعوه ختاما بزين النوادي ان شاء الله